كما ذكرنا في بداية البرنامج أنه محطة الصحية حاضرة أيضا بحضور دكتور حمدي ليعودكم خلال موسم أن يعالج العديد من المواضيع يقف عند الكثير من الأمراض ربما تداعية الأمراض انشغالة المواطنين سبو الوقاية سبو العلاج وغيره اليوم رح نتحت عن دور ربما دور الطبيب كمقدم فقرة في برنامج صباح الشروق في الإضاءة حول المواضيع التي تشغل العامة والتي نجد من خلالها إفادة لكل متتابعين الذين يتواصلون مع البرنامج ويختاروا قناتنا سي بي سي بنو قناة الشروق العامة لمتابعة البرنامج الخدماتي بامتياز صباح الشروق صباح الخير دكتور حمدي أهلا صباح النور لطفي أهلا وسهلا مرحبا بك وبكل مشاهدين الأفضل ونقتنم الفرصة ونحن نهاية 2017 رح نمر على هذا المحطة تحدومها نقتنم الفرصة نقول إن شاء الله سنة 2017 كانت سنة خير وإن شاء الله 2018 تجيب خيراتها أيضا وتكون سنة جميلة أو سنة الأمان والتقدم والتطور والرقي للوطن الحبيب كل شخص يسعى إلى مستقبل أفضل يعتمد على التخطيط ربما واختيار كل محطاته يكون عنده دخل فيها بش يكون فيه نجاح أنت كنت تختار مواضيع ربما مختلفة ومغايرة في كل مرة تختلف عن باقي المواضيع كيف يتم ربما اختيار المواضيع التي تروق ومتطلبات المجتمع الجزائري وحتى المشاهدين لتابع برنامجنا نعم كنا نختار المواضيع يعني حسب الخاصة نعطو أهمية كبيرة للأسئلات عن المشاهدين ومتتبعين البرنامج بدرجة الأولى كانت أسئلة كثيرة تأتي عن طريق البريد الإلكتروني وكان فيه يعني الكثير من المشاهدين اللي يزورونا هنا يعني في الأستوديو ويسنونا عند الباب ويسنونا يامات وكاي اللي جاءوا حتى من مناطق بعيدة وقعدوا أيام يعني في الفنادق من أجل يعني الوصول إلى الوصول إلينا من أجل يعني مساعدتهم فهم بالنسبة ليهم احنا ربما باب رح يفتح لمساعدتهم وحنا عمرنا ما نقدروا نرفضوا أشياء مثل هذه لما خاصة لما يجيك المريض ويمدلك يدو آخر محطة يعني آخر مرة نقول لك وأنا قبل الأمس مثلا بقسم الاستعجالات في مستشفى مصطفى الجامعي كنت مررتهم من هناك وأنا خارج يعني خارج باش نخرج من القسم الاستعجالات طفلة صغيرة عمرها 13 سراء تحكمني من اليد يعني تحكمتني من اليد وأنا خارج ما نعرفه تقول لي عمو وش رحين يديروا لي وش رحين يديروا لي أنا عندي كرشة يتوجعوا وقالوا لي واني سمعهم يقولوا البرانسون وش رحين يديروا لي توقفت قلت له المريض اللي كان معها يروح تقدم يعني سناني عند الباب وبقيت مع هذه الطفلة وسألت الأم انتحها وش عندها وش شفت مع الطبيب يعني خليتها تدخل مرتاحة يعني هذا هو الدور احنا دور الطبيب نفسي يخفف عن المريض احنا كيفاش نختاره لما تكون عنا اسئلة هديدة نختاره أولا أهم الأسئلة اللي تكون في نفس الموضوع نختاره ذلك الموضوع باش نوضح يعني مختلف الأمراض خاصة الأمراض الموسمية والأمراض المزمنة هذي اللي تكون فيها كتير من الأسئلة يعني هذي أهم المواضيع المطلوبة ربما وكذلك صباح الشروق يعني من الأركان كما كان فيه شروق العربي من مقبل وكذلك شروق اليومي عبر الجريدة يعني كان بوابة لكسرة الطبوات وفتحة المجال عن التكلام عن الأمراض الجنسية المنتشرة يا أمراض شد كثيرة ومنتشرة ونرضع لها يعني أسئلة كثيرة لتصلنا يوميا عن طريق البريد الإلكتروني كيفاش تشوف دكتور ثقافة الصحية في الجزائر؟ والله ثقافة الصحية في الجزائر كانت معتقدات قديمة وكانت بعض العادات القديمة لكن الآن الآن يعني أصبح الإعلام لعب دور في تثقيف الناس وفي التحسيس وهو اللي خلال الناس يشوفوا يعني الأضواء من ناحية وعطاهم ثقافة صحية ولحد الآن ما زالت الثقافة ولا زالت الثقافة محدودة الشيء اللي نتأسف له أنه نعرف أنه الإنسان المريض لما يكون مريض يعني أي شيء ممكن يقوله له يعمله وصلنا وين تسبع مريض مثلا مصاب بسرطان يقول له في المستشفى واحد من المرين من المستشفى يقول له لو كانت تشرب يعني دم جر والكلب يعني ممكن تشفى وتلقى أم عندها أطفال عندها سرطان تسمع هذا الكلام وتروح وتقوم بهذا العمل يعني هنا تعرف يعني وين الإنسان لما يكون المريض يعني أي شيء يتمسك بيه لما يكون في حاجة يساعد لكل طرق نعم لكن تبقى الثقافة تاعة المحيط يعني المحيط تاعة المريض المريض ما تكلموش عليه لأنه مريض يعني بصحة المحيط انتعون لازم تكون عندهم ثقافة صحية لازم يتقربوا من الطبيب لازم يسألوا الطبيب وكذلك الطبيب لازم يفتح الأبواب لما صح يعني الغشي يعني يعني فو كل يوم يعني عندك عدد كبير من المرضى تشوفهم لكن كل مريض نعطي له حقه لازم الطبيب كذلك يشرح لي المريض ولازم المريض يطرح الأسئلته ما يخرج ويبقى عنده سؤال غامض حتى ما يتهش وما يروحش أشياء كثيرة هناك كذلك الغسات يعني كاين بعض العلاجات التخليدية تح جداتنا اللي فيها فائدة كبيرة لكن استعمالها بطريقة غير جيدة ممكن تؤدي إلى ما يحمد عقبها مثلا نشوفوا الكمون كتير من الناس الجدات بكريت يعني تستعملوا الكمون كومتيزا يعني كانوا قاعة اللي بيبي اللي يكون عندهم الغاز ميكانو الغازات البطنية يعني نشوفوا الآن زمان كانت الجدات لما تستعمل هذا الوصفة هذه تدير شوية يعني حبات كمون حبات حلاوة حبات شوية كروية شوية وتعطيلوا البيبي الآن يعني الأم لا تسأل الجرعة لأنها النسبة والجروعات نسبة الجروعات والمقادير تلعب دور يعني تأخذ ملعقة كبيرة وتروح تديرها في كومتيزان وتحتها البيبي وبعد يديرها البيبي يعني يدير تشنجات لتؤدي حتى إلى تشوهات خلوقية تشوهات يعني بعض ما يأخذ هذا الاتيزان هذه الأشياء اللي قلت ما لازم كتير من الناس نشوفه مثلا نقص شهية العصابي وصلت كتير من الشباب وشباب كل شباب لماذا لأنه فيه نسبة كبيرة من الشباب مقارنة مع الشباب توصل حتى إلى الانتحار يعني تولد أشياء كتيرة مسببة تؤدي وهذا مثل هذه الأشياء تبدأ تظهر عند الطفلة منذ سنة 13-14 سنة نشوفه أنه ما يأكل يأخذ الأكل التاع ويخبه في الحوايج يخبه في البيرو وفي المكتب التاع ويقول الأم التاع ورانيكلي أشياء مثل هذه لازم تفيق الأم لازم تستشير الطبيب مش تروح تدير أشياء والعقاب إلى غير ذلك لأن الحقاب محمره ما يحطي نتيجة دكتور بالنسبة لكونك تجمع بين الإعلام وبين أيضا الطب هذا هو الشيء الميزنا عن الأثير ربما لا راديو الإذاعة فيها كثير من الكلام نعم يقدم لكن التلفزيون يعتمد على الصورة أيضا نعم وكثير من الأشخاص يقولون أنه عندكم عديد من الأطباء في البرنامج وش هو الفرق بين دكتور حميد وباقي الأطباء هل من خطة ربما تفكر من خلال سنة 2018 وثمانتاش أنه تكون مدعمة أكثر بالصورة وبأيضا تقارير غير صحية نعم الفرق بين الدكتور حميد وربما بعض ذكاتيرا الجدد وربما حتى بعض الأساتذة هي طريقة توصيل الرسالة كيف نوصل الرسالة إلى المشاهد أو إلى المستمع يعني لازم أولا لازم يكون عنده طريقة الإلقاء أنا مريت من عدة محطات مثلا في أنا كانت المدرسة الأولى هي القناة الأولى والقناة الأولى بالإذاعة الوطنية مدرسة كبيرة أكثر من ثلاثين سنة يعني تقديم برامج طبية من اللي كنت يعني طالب في الطب إلى أن أصبحت طبيبا إلى غير يعني سنوات وسنوات وأنا أقدم في يعني نحرف الأسئلة تحت الناس نعرفه شي يحتاجون الناس وطريقة يعني تقديم المادة أولا لازم تحب الحاجة الشيء اللي رك تعمل فيه أولا لازم تكون طبيب وتحب المهنة حتى ما تغلطش مع الناس وما تطيلهمش أشياء خاطئة ثم كذلك أنا عبر محطاتي ثقافية يعني عملت أشياء كثيرة عملت المسرح قدمت برامج أشياء كثيرة لخلات دي نتعلم كيفاش نقدم رسالتي للمشاهد أو المستمع الإذاعة يعني كانت يعني قناة واحدة القناة الثالثة الثانية يعني ما كانش عشي أكثير المستمعين حبر كل الوطن كانت توصلنا رسائل هديدة يعني بالملايين تاع رسائل يوميا إضافة إلى المكالمات الهاتفية كانت الناس تتبع حتى يعني في الأماكن الداخلية من الوطن كانت تتبع وقدرنا لوصلوا لهم وجبنا مرضى من مناطق يعني نائية بعيدة ووصلناهم إلى العاصمة وعلجوا إلى غير ذلك فكانت رسالة نبيلة جدا وكان فيه يعني ما بين المستمع والطبيب كان فيه عمل وأما التلفزيون الآن فالتلفزيون فيها الصورة وهذا هو الشي الجميل أنا ممكن لما نشرح الموضوع للمشاهد الكريم يعني نقدموا له صور تاع المريض نديروا مثلا نديروا بورتاجة يعني فيه المصالح الصحية نجيبوا معنا أساتذة مختصين هذه الأساتذة رايحين يساعدونا كذلك باش نفتخوا الأبواب على هؤلاء المرضى وكذلك علمنا عرفوا الناس بلي فيه تخصصات هناك اختصاص في الجهاز العظمي هناك مثلا فيه السرطان هناك مختصين يعني هناك اختصاصات ويبقى الرسالة نقول لهم باش ما يغلطوش فقط لأن سمح الله بعض الأطباء نقولها وكذلك المشعودين المتواجدين بكثرة في بعض الحالات يعني يتهموا ويغلطوا المريض يعني فلهذا نقوله دائما العودة إلى الطبيب الهام وطبيب العائلة لأنه مهم جدا لما يكون الطبيب متابع للعائلة يعرف الأمراض المتواجدة يعرف تاريخ المرض ويعرف كيفاش وين يوريونتي يعني يوجه المريض التاعو إذا كان محتاج إلى اختصاص ويتابع المريض التاعو عند المختص كانت هذه نصيحة من دكتور حميلي هل من نصائح أخرى ربما نقدمها لكل مشاهدين اللي يمتبعوا فينا نعم نصيحة اللي نقدمها للمشاهدين نقولهم حذاري من بعض الاختصاصات الجديدة اللي يقول لك مثلا طبيب مقتص في التغذية طبيب مقتص في أشياء مثل هادي وفي البداية يكون المريض يروح يتبعهم بعد يحبس ويواصل في أخذ الوصفات بدون استشارة الطبيب هناك كذلك بعض العلاجات المكملة تانيك نقضوا حذرنا منها لأنها موجودة في الطبيب وما هيش مدروسة عندنا فلهذا نقولهم حذاري من مثل هذه الأشياء كذلك استحمل بعض المواد الغذائية بدون استشارة طبية كالمكملات الغذائية إلى غير ذلك ونقولهم تمسكوا ببعض النظريات اللي قدمناها نظرية سفر خمسة عشرين سفر اللي هي خمس خضر خمس فواكه سفر تدخين وعشرين دقيقة مشي يوميا هذه نظرية مهمة نعملوا بها ونعملوا بي لذارية رياذة سفر سفر صانتة يعني سفر في سفر مهم جيدة رياذة وعنساوة 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 نظافة تغيب الاج وعنساوة وعنساوة سترخام شكرا لك دكتور حميدي سانا موفاقا مزيد من الجحات شكرا لك شكرا لك وسنة مليئة بالخيرات إن شاء الله ملؤها تقدم الرقي لكل الشرقيين ولكل المشاهدين الأفاضل وكل الزملاء والشفاء لكل مرضان إن شاء الله